عباس عبد الحسن عندك تصريح يقول انا اول شاعر مقدم برنامج وجميع البرامج انسرقت مني سرقوها الشعراء لا ما قلت هالشكل بس اكو برامج انباقت مني انا صاحب تغيير يعني انا صاحب تغيير بالاسئلة واشهر البرامج اذا ترجع البرامج القديمة اللي قدمتها بذاعة صوت الجماهير قدمتها بقناة الاضواق قدمتها بهوايوي قنوات ترجع للاسئلة تلقاها اغلبها تتشابه هو اسئلتي طريقة اسئلتي طريقة حواري مشاكل بعض المشاكل اللي انا طرحتها للشعر طبعا طيب اكو برنامج تحديدا يعني هو برنامج شاعر العراقية خب هذا نصا ماليا انا مقدم منه 29 حلقة بقناة العراقية واجه وقدمه منه منه برنامج شاعر العراقية ايه المسابقة ايه المسابقة ايه كنت انا مسميه برنامج مشاعر يعني هذا المسابقة ايه مالتي 29 حلقة مقدمها بالعراقية طيب ليه شنسحبت منك ما انا بطلت بطلت على مودة جائزة جوائز مالي واشتكوا عليا يعني هم اشتكوا عليا ايه وانا من رحت للدكتور يعني ما اريد احتي بالاعلام يعني قالوا هذا بالتيار الصدري فشلون يقدموا احنا جماعة فلان جماعة ايه فلان كان رئيس الوزراء استبعدوك يعني لا لا ود علي المدير قال لي انت بالتيار الصدري قلت لي واتشرف وليه وطس بالبرنامج شنو برنامج هم اصلا ما رادوا يقدمون الحلقة الاخيرة يعني هنا بقى بس ثلاث حلقات لان احنا قلنا ردنا سيارة فما رادوا يقدمون سيارة للفائزين ايه فان اختلفت ويا ام باي وهي اجت التكملة فعرفت البرنامج